اقتصادياً كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول عن ترتيبات لتحصيل رسوم التعدين عيناً ووجه أردول خلال اجتماعه مع مديري مكاتب الشركة برفع احتياجات مكاتب الشركة بالولايات من الوقود الخاص بالتعدين حتى تطلع بمهامها وتقوم بتنفيذ واجباتها وطلب بوضع مقترح لإعادة هيكلة مكاتب الشركة بالولايات ونبه أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية إلى ضرورة تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية بمناطق التعدين لتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من الخدمات التي تقدمها الشركات توقع مسؤولون بهيئة الموانئ البحرية انفراج أزيمة الوقود في البلاد خلال الأيام المقبلة وكشف المسؤول بهيئة الموانئ البحرية فقيري عبدالله فقيري بحسب سونة عن وصول عدد كبير من البواخر إلى ميناء بورسودان منذ 28 من أبريل الماضي وأشار إلى أن عددا منها تم تفريغها والبقية في مرحلة التفريغ والشحن وبشر بتوارد بواخر القمح للميناء وأوضح فقيري أن الميناء دخل مرحلة التحديث والتطوير بدخول آليات جديدة للميناء بجانب دخول أخرى كانت متوقفة عن العمل شرعت حكومة ولاية القدار فورا في تشييد بل تشييد 174 كم من الطرق الزراعية على أن تكتمل قبل هطول الأمطار وقال نصر الدين عبدالقيوم ولولاية القدار فالمكلف خلال لقائه بممثلين للمزارعين إن حكومته طول الطرق الزراعية أهمية قصوى كونها من العوامل الأساسية في إنجاح الموسم الزراعي من جهة تسييرها حركة المزارعين ونقل مدخلات إنتاجهم خاصة المناطق التي تشهد هطولا مبكرا للأمطار وقال عبدالقيوم إن العمل فعليا قد بدأ في طريق الأسرة واتكولي وطريق سندس مهلة على الحدود مع دولة أثيوبيا مما سيكون له أبلغ الأثر في زيادة الإنتاج والإنتاجية برضو هناك إن شاء الله جهود إن شاء الله مقدرة لتشييد الطرق الزراعية في هذه الفترة مئة أربعة وسبعين كيلومتر يمكن حنبدأ إن شاء الله مقدرة إن شاء الله في طريق الأسرة واتكولي وطريق سندس مهلة وهناك فطر في محلية إن شاء الله الفشغة ومحلية باسوندة سوف نبدأ فيها العمل بإذن الله تعالى في الفترة القادمة نأمل إنه هذه الطرق إن شاء الله تكمل قبل بداية الخريب بإذن الله تعالى